لسا مكملين أخبارنا المتنوع عبداللقتي هنروح لأزمة جديدة موجودة في الإسماعيل والله يكون فعون الإسماعيلي اللي يكون فعون جماهير نادي الإسماعيلي وعون الإدارة اللي موجودة أزمات موجودة كتير للأسف بعد ما تلقى نادي الإسماعيلي خطابات رسمية من مصلحتية الدرائب والتأمينات للتأكيد على مقادات الإسماعيلي بسبب الديون المترقم عليه بطيلة السنوات الماضية عدم سداد الفلوس وطبعا الأمر ده بيهدد قلعة الدرويش بأسمة جديدة كل التوفيق لنادي الإسماعيلي نتمنى أن الأزمات تنتهي سريعا ويركز أكتر في الدول ويركز أكتر في مسابقة سبحان الله الإسماعيلي كل ما يجي يثبت في حاجة حاجة بوز كل ما يجي يعدل في حاجة حاجة بوز ولكن متأكدين من قوة نادي الإسماعيلي وقوة شخصية النادي إن شاء الله اللعيب هتحس بيها والفترة الجاية الإسماعيلي عدي من الأزمات دي نروح من الدرويش لسكندرية التحدي السكندري اللي بيعيش حالة ترقب دلوقتي يعني في بعض الأنباء كده ترددت عن رحيل الجهاز الفني مؤخدت التوأم حسام إبراهيم حسن وده بعد انتهاء ماتش الإسماعيلي بكرة الساعة خمسة ونص دي أنباء لسه هنشوف الأخبار إيه لفترة الجاية هنشوف التأكيد إيه بعد اللقاء إحنا بننقل لحضراتكم الصورة اللي موجودة الأخبار اللي موجودة في اسكندرية الناس تقول لك إن فيه توطر في العلاقات في الفترة الحالية إحنا نتمنى الفترة الجاية يكون أفضل نادي الاتحاد على فكرة إحنا هنا في قناة نادي زمالك مع أي نادي جماهيري أي نادي جماهيري إحنا عايزينه يكون أفضل عايزين يكون في استقرار عايزين يكون في هدوء عايزين يكون في هدوء في اسماعيلي في اتحاد في مصري في محلة كل عنديا الجماهيرية عايزينها تبقى فيها هدوء كده ويقدروا يركزوا وده اللي احنا نتمناه في الفترة اللي جاية نسيب بالاتحاد ونروح للمصري البورسعيد يناخد معاكو خط القناة الكده من اسماعالية لبورسعيد وبيقدم مستوى هايل جدا المصري في بطولة الكمفدرالية الموسم ده نجح لحد دلوقتي في فرض نفسه بشكل كبير جدا في مجموعة والدوم فرق كبيرة جدا زي ما زينبي والقطن طبعا تقلق المصري معناها اللي في لعيبة تطلب في لعيبة هاجيلها عروض ودي مشكلة دي مشكلة دي مشكلة للأندية ذات نفسه طبعا دي حاجة حلوة لللاعبين لكن مشكلة للأندية ان انا النهاردة داخل بطولة وجايب لعبين عشان ناخد بطولات وكمل وزيد في البطولة مش واخد بطولة انا مش جايب لعيبة عشان نخش بطولة وعرض لعبتي للبيع انا مش نادي استثماري يعني المصري معروف نادي كبير عايز يوصل لأبعد مدى في البطولة ونادي جماهيري مش استثماري نركز مش عايز يجيب لعيب عشان سعره يزيده يبيعه خالص وفي الساعة الأخيرة في بعض الأنباء هل نقول أنباء من بعض المصادر مش كلام أكيد النادي مزمبي عايز يتعاقد أو حاطط عنطر على الرادار بتاع نادي مزمبي عنطر لعيب قدم مستويات جيدة جدا مع نادي المصري عنطر لعيب من اللعيبة الجيدة ولكن حصل له سوء توفيق وسوء أداء في الفترة اللي فاتت ولكن بيعود للتطور الكبير وبيظهر مع المصري بشكل كبير نتمنى للمصري التوفيق في بطولة الكونفدرالية وكمان نتمنى البرامدز التوفيق في بطولة الكونفدرالية ونتمنى المصري يحافظ على قوامه وبرضه أكيد عايزي مصلحة اللاعب ولكن تهيقلي أن هناك الدوري كمان في مزمبي مش إضافة لللاعب خلينا نتكلم بشكل وقع مزمبي فريق كبير بس زي المصري مش أجبر يعني مزمبي مش أجبر من مصري فمتهاء لي اللاعب هيفكر وأكيد هيشوف الأنسى بالنسباله نروح لأخبارنا العالمية وأكيد أهمها نجمينا محمد صلاح اللي بيوصل تقلقه وحصل على أجهزة أفضل لاعب في ليفر بول عن شهر فبراير بناء عن تصويت الجمهور ونشر لحساب الرسمي النادي الإنجليزي على تويتر خبر فوز صلاح بأجهزة المقدمة من ربطة اللاعبين المحترفة الإنجليزية الفرعون بيتصدر قائمة هداف الدول الإنجليزي برصيدة 20 هدف بفرق 8 أهداف عن أقرب منافسية جوتا زميلو في ليفر بول إن شاء الله صلاح يفضل مكمل في نفس التطور ولسه في ليفر بول تحديدا متصرحات يورجن كلوب المدير الفني لليفر بول اللي يعني مؤتمر كده مباراة أرسنل اللي هتتلاعب بكرة وتأكيد إن الجهاز الطبي يأكد إن صلاح جاهز للتدريب النهاردة وبعد التدريب هيتحد بمصير مشاركته في اللقاء كمان كله بتكلم عن تجديد عقد صلاح وقال إنه مش الآمن الملف ده وأصحاب الشأن فيه بيتواصلوا مع بعض بشكل دائم للوصول لحلوله طبعا لهو يعني محمد صلاح مهم جدا هو بيقصد أصحاب الشأن مدير نادي ليفر بول أو إدارة ليفر بول ووكيل أعمال محمد صلاح إحنا كمصريين نتمنى الأفضل لمحمد صلاح دائما